طبعاً تتذكروا كم معنا العروسين كريم المنياوي وأنجي عصام في الحلقة الماضية ولفتني وقت صورتهم مع المأزون فأنا سألتهم عن المأزون لأنه كان بيّن إليه كتير مبسوط وفرحان وعم بيعبل هيك حركات مرحة وما إلى هنالك ووقت قالوا لي أنه هذا المأزون معروف عنه بيروحوا المرحة جداً وبيلقبوه بالمأزون الفرفوش فقلت لهم فمن الضروري جداً نوصل للمأزون الفرفوش ويكون ضيفنا الليلة رح يكون ضيفنا ولكن بالأول خلونا نتذكر سوا شو صار بالحلقة الماضية والمأزون شكله كان فرحان قوي كده ليه؟ في صورة شوفناها دلوقتي المأزون كان فرحان قوي ورفع إيديه ليه بقى؟ هو المأزون ده مشهور عندنا واخد كده لقب مشارة اسمه المأزون الفرفوش مأزون الفرفوش؟ ده لازم نجيبه يا شباب ده لازم نجيبه المأزون الفرفوش ده لازم نجيبه ده تبرو جيم مستر فرحاني خلاص خلاص أوكي إذن الأستاذ خالد خليفة مساعد المأزون الشرعي والملقب بالمأزون الفرفوش مباشرة ينضم إلينا من الإسكندرية مساء الخير لا نور أنا أول مرة بعرف أنه في عائلة خليفة موجودة في الإسكندرية نحن أولاد عام كل بات خليفي فرفيش بحب الفرفوشة نعم جدي كان بيزور لبنان كتير والله أهلا بك لفتتني صورك في الأعراس وأنت على طول بتطفي هذا الجو من المرح والفرح والفرفش على هذه الاحتفالات حتى قالوا لي الشباب المرة الماضية قالوا لي أنه ملقب بالمأزون الفرفوش هيك بقولولك لأنه عندك هذه الروح المرحة اللي عم نشوفها بعدد كبير من الصور اللي موجودة عادتنا بنشوف المأزون مكشر أوقات وقت الأعراس أول مرة بنشوف مأزون هالأد فرحان وفرفش بهذه الأمور شو هيدا هالشخصية الحلوة اللي عندك والله يا سستوني الأول بسم الله الرحمن الرحيم إحنا راحين فرح والفرح من لوازم الفرح لازم نفرح ونفرح الناس هنكشر ليه وحنزعل ليه إحنا راحين أصلا نفرح معي ولا مش معي لا معاك صبعا طبعا يبقى لازم نفرح ولازم نفرح العروسين ونشعرهم أن هما أولادي مش عروسين بس لا دول أولادي ولازم أولادي يفرحهم وأكون أنا سبق في فرحتهم طيب شو هيك أكتر موقف مرح حصل معك بفرح من الأفراح طيب يحصل موقف كتير يعني على ما أتذكر مرة بسأل عروسة أنت موافقة يا بنتي على الشروط دي قالت لي لا مش موافقة قلت لي هيبقى حنفركش الفرح قالت لي لا 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 موافقة ورح يتراجعها بسرعة فده تسبب في موجة من الضحف والسرور بين الناس جميعا وهو إذا قالت مش موافقة بيلتغي الفرح صح لا طبعا كانت بتهزر لا ما هي لابسة وعملة عروسة إزاي يعني إذا ما كانتش بتهزر في حال قالت لا بيلتغي الفرح طبعا شي مرة حصلت معك شي مرة حصلت معك أنه في عروس أو عريس يوم الفرح غيروا رأيون لا 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 الحمد لله لا طيب ما بتاخد انتقادات على هذه المواضيع يعني بيقولوا لك أنه أنت كمأزون يعني بوضعك الشرعي يعني لازم تكون أكثر جدي أكثر يعني بهذا الموضوع ولا مرة وجهوا لك ملاحظة بهذا الشيء لا كتير جات لي ملاحظات كتير وجات لي يعني ردود من الناس أنا بحب نقرأ التعليقات وبلاقي تعليقات هي اللي بترد على التعليقات دي وبتقول لي ماشي في الطريق ده واتحنا فرحانين بيك ومفصوطينك وانت كويس وكده فأنا بستمد قوتي من تعليقات الناس ولو لقيت فعلا أن في حاجة غلط أنا مش عجباني بحاول أصلحها من نفسي طيب أنت ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي صراحة لا يعني الناس هاي اللي بتنزل الصور ديات وبتنزل الفيديوهات يعني مش أنت بتستغلها عندك على صفحاتك يعني وبتشتغل على الموضوع ده لا أنا أصلا مش عامل صفحة على فكرة كمان ليه لا مش عامل صفحة اسمع مني وعمل صفحة نعمل صفحة خد بنصيحتي وعمل صفحة اسمع مني وشوف حيكون عندك متابعين بالملايين إن شاء الله خلاص نعمل صفحة السؤال الأخير بما أنك مأزون بتزوج أكتر ولا بتطلق أكتر اليوم بمصر أنا مساعد مأزون مساعد مأزون أنتو بتطلقوا أكتر ولا بتزوجوا أكتر اليوم بمصر شخصيا عن نفسي أنا بجوز أكتر وعن غيرك لا في طلقات كتير للأسف يعني نسبة الطلاق مرتفع على أيام والله يعني أتمنى أنها تقل ويعني الناس تعرف أن ده أبغض الحلال وتحاول تقلل النسبة دي شوية في أسباب معينة هي اللي عم بتخلي الناس تطلق أكتر اليوم والله عدم التفاهم ده نمرة واحد وأسباب اقتصاد هي نمرة اثنين طيب أنا بدي أتشكرك وإن شاء الله نشوفك قريبا شخصيا نتعرف عليك أكتر وإن شاء الله المرح والبسم يتظلم رفقتك على طول وبأي مكان تحل فيه تحل معك الفرفشة والفرحة بين الناس شكرا لألك مساعد المأزون الشرعي والملقب بالمأزون الفرفوش الأستاذ خالد خليفة كان معنا مباشرة من الإسكندرية اشتركوا في القناة